تارسوا بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقا طلاب نايسعد أوقاتكو راح نبلش أنا وياكو بعون الله في جزء مهم من الكيميا العضوية وهو الجزء الأخير اللي هو تحضير المركبات العضوية طبعا هذا الدرس تارس مهم جدا جدا بيجي عليه عدد كبير من العلامات يعني متوسط علامته بحدود الثمن علامات بنقدر نحكي في كل دورة إجباري لا مش إجباري في دورات وزارة ما إجا فيها سؤال تحضير بس مش هذا موضوعنا موضوعنا أنه نتقنه وحتى نتقنه لهذا الدرس أتمنى من الجميع ما يفتح هذا الفيديو وما يدرسه إلا يكون مراجع التفاعلات منيح منيح ومتقن جزئية التفاعلات لأنه إذا ما أتقنت جزئية التفاعلات رح تتغلب في جزئية التحضير جزئية التحضير تنقسم قسمين جانب علي أنا كأستاذ بدرسك المادة وجانب عليك وإنتو اللي هو حفظك للتفاعلات وللعوامل إيش؟ المساعدة ما بصير نغفل عن أي جانب من اثنين أي نقص في أي جانب من اثنين في نقص في درس التحضير وبجوز بتسمع عنه كثير أنه هذا الدرس صعب هو فعليا مش صعب هو إذا تكاملت الجهود فيه بين جهدي وجهدكم بطلع معاكم تماما تماما علامته بتضمنوه 100% شو يعني تحضير المركبات العضوية؟ تحضير المركبات العضوية هو إجراء سلسلة من التفاعلات على مركب عضوي للوصول لمركب عضوي آخر كيف يعني؟ يعني مثلا أعطيك هريد الكيل وأقول لك اجري لي سلسلة عليه من التفاعلات تحضر لي منه كحول مثلا بتروح بتجري سلسلة تفاعلات بين المتوفر لحد ما توصل لهين؟ للمطلوب يعني بالعربي في كل سؤال تحضير في عندي مطلوب وفي عندي إيش؟ متوفر في عندي مطلوب وفي عندي إيش؟ متوفر إحنا هدفنا نوصل من المطلوب للمتوفر الهدف نوصل من المطلوب للمتوفر كيف؟ بإجراء سلسلة من التفاعلات بإجراء سلسلة من إيش؟ التفاعلات ممكن تفاعل واحد يؤدي للناتج للمطلوب ممكن عدة تفاعلات يؤدي للمطلوب وهذا راح نشوفه أنا وإياكم في درس تحضير المركبات العضوية كل سؤال تحضير مركبات عضوية فيه مطلوب وفيه متوفر عسا إحنا منقسم منقسم التحضير لنوعين حسب العلاقة بين المطلوب والمتوفر في تحضير من سميه تحضير متساوي في عدد درات الكربون وفي تحضير من سميه تحضير غير متساوي في عدد درات الكربون شو يعني؟ خلينا أوضح لكم الموضوع تحضير المتساوي بيكون المطلوب تحضيره يساوي المتوفر في عدد درات الكربون هذا من سميه تحضير متساوي تحضير ايش؟ متساوي طبعا بيساوي في ايش؟ في عدد درات الكربون وفي عندي تحضير غير متساوي لا بكون المطلوب تحضيره لا يساوي المتوفر في عدد درات الكربون في عصتنا اليوم أنا وياكم بدنا نشتغل على هاي الجزئية اللي هي الأساس اللي هي التحضير مين المتساوي بعدين في الفيديوهات الجاي رح نكمل التحضير مين الغير المتساوي أهم إشي نتقن أول شي المتساوي لما يكون المطلوب والمتوفر متساوي في عدد درات الكربون خلينا أوضح لكم الموضوع أكثر وكيف يجي سؤال التحضير أساس ندرسه بالتدريج أنا وياكم بالترتيج أي سؤال التحضير كيف يجي طلعوا كيف يجي سؤال التحضير هاي من سميها الصيغة العامة لسؤال التحضير وضح كيف تحضر CH2 رابطة ثنائية CHCH3 من CH3 CH2 CH3 وما تجده مناسبة من مواد غير عضوية خلينا نقرأ السؤال مرة ثانية ونبين كل إشي موجود فيه أول شي قاعد بيقول لي وضح كيف تحضر يعني بالعربي هذا المركب هو المطلوب تحضيره هو المطلوب إيش تحضيره اللي هو CH2 رابطة ثنائية وهي CHCH3 من هذا المركب إذن هذا المركب من سميه المتوفر العضوي المتوفر العضوي عندي اللي هو CH3 CH2 CH3 وبيحكي لي هون وما تجده مناسبة من مواد غير عضوية يعني بيقول لك قاعد استخدم اللي بدك إياه من عوامل مساعدة من مواد مضافة ما عندي أي مشكلة سواء اللي بدك إياه استخدمه المهم من هالمتوفر اتوصلني لوين لها المطلوب بإجراء إما تفاعل واحد أو سلسلة من إيش من التفاعلات نيجي أول شغلة منسويها بعد منحدد المطلوب والمتوفر في السؤال منشوف أعداد ذرات الكربون في كل واحد منهم بنلاقي إنه هذا عدد ذرات الكربون فيه ثلاث وهذا عدد ذرات الكربون فيه ثلاث معناته هذا التحضير منسميه إيش متساوي منسميه إيش متساوي شفتوا كيف هاي الحكم على المتساوي يعني أنا وياك حددنا المتوفر حددنا المطلوب بيّن معي عداد ذرات إيش الكربون في كل منه مطلوب والمتوفر تمام بلاقي إنه عداد ذرات الكربون فيهم اثنين زي بعض كيف عرفت؟ تعالوا نشوف أنا وياك فصل الموضوع بشكل اكبر. المتوفر عندي هون شو عيلته? عيلته المتوفر عندي هون زي ما بتشوفه كربون وهيدروجين روابط احادية معناته الكان. وكم درد كربون? واحد اثنين ثلاثة. اذا ثلاث ذرات كربون. تمام? المطلوب هون عندي كربون وهيدروجين في رابطة ثنائية. معناته ايش عيلته? الكين. وكم درد كربون فيه? ثلاث. زي ما بتلاحظه? ثلاثة ثلاثة. اذا شو ما له التحضير? متساوب. طيب. شو بسوي? هسا عندك خيارين في الحل. يا بتلجح الاسلوب اللي بدرسوا فيه اغلب المعلمين اللي هو اسلوب التحذير وليس التحضير. كيف يعني? يلا انتو يا شطورين يا امورين درستوا التفاعلات واردوني كيف تجعلوا سلسلة من التفاعلات على الالكان حتى توصلوا لايش? لا الكين. او بتجري اسلوب التحضير اللي هو الربط بين العائلات. انك تربط بين ايش? عائلات المركبات العضوية. تربط بين عائلات المركبات العضوية بمخطط اللي تصير تعرف تتنقل بين العائلات. اللي تصير تعرف تتنقل بين ايش? العائلات. وهذا اللي انا بسميه اسلوب التحضير. اسلوب التحضير لا يجب على كل طالب بدو يدرس تحضير لازم يكون قادر على ربط عائلات المركبات العضوية بعضها ببعض. ربط عائلات المركبات العضوية بعضها ببعض. هذا اللي بدو يحضر. اما تيجي تقول لي يلا درسنا التفاعلات ومن الكان وصلني لالكين ويلا شوف شو بتسوي والالكان بسوي استبدال دايما. وهذا مش اسلوب تحضير. هذا مش اسلوب ايش تحضير. هذا انا بسميه اسلوب تحضير. طيب حتى نربط عائلات المركبات العضوية كلياتها ببعض. عندي مخطط هون الجميع لازم يفهموا بالبداية وبعد ما نفهمه شو نسويه نحفظه. مخطط لازم نفهمه ونحفظه. هذا المخطط هو الاساس في التحضير المتساوي. طلعوا شو كاتب لكم عنه عنده التحضير المخبر المتساوي في عدد ذرات من الكربون. اللي بدو يصير يحضر تحضير متساوي بدو يفهم معي هذا المخطط. بدو يفهم ماي هذا المخطط ويخذي الشغلات اللي فيه مسلمات في البداية. بعدين منبلش نتوسع فيه شوي شوي بيتلاقي حالة كفهمت الامور كل اياتها الموجودة ايش جوا. طيب نجي نطلع انا وياكو على هذا المخطط. المخطط هذا شو فيه. المخطط في هذا فيه مبلش من عند الالكين هيو بالنص شايفينو. ومختار لكم انا الكين مكوم من ثلاث ذرات كربون. متعمد طبعا مختار ثلاث ذرات كربون. لانه ثلاث ذرات كربون ببين فيه الاولي وببين فيه الثانوي. انا بدي يبين الثانوي والاولي عساس نفرق بيناتهم. فبنقي لك الالكين وتطلع وين حاط موقع الالكين. حاط موقع الالكين في النص. حاط موقع الالكين في النص. لانه بانا وجهة نظري الشخصية. انه الالكين هو قلب المركبات العضوية. هو اللي بوزع على كل عائلات المركبات العضوية. كيف? ركزوا معي وشوفوا شو بدي اشتغل. الاولكين هاد لو ضفناله مى بocaتو اتو ارو في وسط حمضة. منالتفاعل ايش? اضافة. اتو ا فى وسط ايش? حمضة. منوالتفاعل اضافة. بح ينتج دائما كحول ثانوي. رح ينتج دائما كحول ايش? ثانوي. الاولكين بنتج كحول ثانوي. بنتج كحول ثانوي. حطها هاي قاعدة goals. الكين يكون مكون من ذرته ثلاث ذرات كربونة او اكثر. ثلاث wat lung درات كربون او اكثر. يضفنالو مي بنتج كحول ايش ثانوي. بنتج كحول ايش ثانوي. بدي اثبت لك ليش بنتج كحول ثانوي. هلأها هاي عليها ثنتين. او هي السي عليها اتستين. وهي السي عليها اتش واحدة. سلم ااجي انا اوزع حسب ماركو بنكوبي الا اش بتيجيuman الاو اتش بتيجي هون. هاي شايفين الاوج اینجة? اجت gårسطيه. لما الاو اتش تيجي وسطيه معناته انا بحكي عن كحول ايش ثانوي. انا بحكي عن كحول ايش ثانوي. برجع بقول لك ليش الو اتش اجت هون? لانه هاي السيعة لها اتش واحدة هاي السيعة لها اتشتين. حسب قاعدة ماركوفنيكوف الاتش بتيجي هون الو اتش بتيجي هون. فدائما اضافة الماء لاي الكين مكوه من ثلاث ذرات كربون مطلع بتنتج كحول ايش ثانوي. تنتج كحول ايش ثانوي. طيب وهالكحول الثانوي لو حذفنا منه مي باتشتو اسوفور مركز مع تسخين. برجع الكين. شوف العلاقة بين الكحول الثانوي. ضيف مي احذف مي. ضيف مي احذف مي. نفس العلاقة بين الالكين وهاليد الالكين الثانوي. ضيف اتش اكس احذف اتش اكس. ضيف اتش اكس احذف ايش اتش اكس. اذا ضفنا اتش اكس وحدفنا اتش اكس. ضيف اتش اكس بتصير يصير الالكين هاليد الكير ثانوي. احذف اتش اكس مع تسخين برجع الكين. معنا تشوفوا العلاقة كيف حتى بين الالكين وهاليد الالكين ace الذانوي ليش بطلع هاليد الكيل الثانوي نفس القصة لعنه الاح بتيجي هون والاعكس بتيجي هون. ف الاح تجي اعظرة كربون عليها c 1ه. زي ما اجت اعظر كربو عليها c 1ه. فهاليد الكيل هون عندي ace thانوي. دائما هذا الحكي? آه هذا الحكي مسلم فيه. خلاص. عندي الجن. مكون من ثلاث ذرات كربون. الكون. مكون من ثلاث ذرات كربون او اكثر. اذا ضيفنالو مي. بعطيني. بعطيني كحول ثانوي, يعطيني هاليد الكيل تابه ثالثي يا أستاذ ممكن يعطي ثالثي, بس خلينا من الثالث الثالثي بأخذ نفس مكان الثانوي, ضمنيا بأخذ نفس مكان الثانوي ضمنيا, تمام? هلأ أنت ركزوا معي فقط في الأول والثانوي هم الأساس في التحضير, لأن الثالث نفس موقع الثانوي ضمنيا نفس موقع الثانوي ضمنيا في الكحولات وفي هاليدات الألقي بس ما منحطه على هذا المخطط راح تفهموا عليك, إشوي إشوي لا تستبقوا أياش الأحداث تمام؟ تمام إذن هذه الحارة زي ما أنتم شايفين أو هذا المثلث زي ما أنتم شايفين هذا مثلث يمثل حارة لحارة الثانويات والثالثيات ليش؟ لأنه ما ينطبق على الثانويات ينطبق على الثالثيات ضمنيا في الموقع يعني لو فكرت بدي شيء ثالثي نفس الموقع ضمنيا هذا الموقع نفس الموقع فهسا بدك تفهم شغلة شو هي؟ أنه تفاعلات الإضافة احذف 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 بتدخلني على حقارة الثانويات والثالثيات من الكحولات وهالدات الالكيل تمام تمام طب والكحولات الثانوية في بينها وبين هالدات الالكيل الثانوية علاقة نعم في بينها وبين هالدات الالكيل الثانوية علاقة اذا استبدلنا بأتش اكس من هالدات الالكيل من الكحولات الثانوية بنتج عندي هاليد الالكيل اياش ثانوي اذا استبدلت بأتش اكس بنتج عندي هاليد الالكيل اياش ثانوي لاحظوا لست بدالب اتش اكس بنتج عندي هاليد الالكيل ايش ثانوي طب في علاقة من هاليد الالكيل الثانوي اني احوله لكحول ثانوي على فكرة ما في تفاعل مباشر ما في تفاعل مباشر بحول لهاليد الالكيل الثانوي لكحول ثانوي ما في تفاعل مباشر بحول لهاليد الالكيل الثانوي لكحول ايش ثانوي تمام طب شو مضطر انا اعمل اذا بدي من هاليد الالكيل ثانوي كحول ثانوي مضطر انزل عوين الالكين. بعدين اروح اوين? على الكحول الثانوي. لاحظوا. فيه شغلات بتزبط بتفاعل واحد. وفيه شغلات لا ما بتزبط بتفاعل واحد. الا بدها سلسة من التفاعلات. بدها تفاعلين. يعني شوفوا من كحول الثانوي لهاليد الكي الثانوي. بقدر مباشرة استبدل وحول الكحول الثانوي لهاليد الكي الثانوي. ولكن هاليد الكي الثانوي له نفس عدد ذرات الكربون. بدي كحول الثانوي له نفس عدد ذرات الكربون. بدي اروح لوين لالكين بعدين اروح لوين لكحور ثانوي اروح لالكين بعدين اروح لوين لكحور ثانوي شوفوا هذا المثلث هو حارة مين الثانويات والثالثيات طب الاوليات الاوليات هاي هم اقبالهم هون الاوليات هاي حارتها للاوليات حارة الاوليات اقبالهم هون لاحظ الكحول الثانوي اقباله هون كحول اولي هاليد الاكيل الثانوي اقباله هون هاليد الكيل ايش اولي مقابل الو مباشر مقابل الو ايش مباشر هاليد هاليد كحول كحول الكين وبدك تعرف شغلة وتحفظها زي اسمك هاي الشغلة إنه ما بقدر أفوت على الأوليات إلا أحول الألكين لمن؟ لألكان يتحول الألكين لألكان كيف؟ بإضافة أتشتوب وجود النكل إذا ضيفنا على الألكين أتشتوب وجود النكل سيتحول الألكين لأيش؟ لألكان وجرب هضيف على أي ألكين أتشتوب وجود النكل رح يتحول لأيش؟ لألكان رح يتحول لأيش؟ لألكان هسا الألكان بفوتك على حارة الأوليات كيف؟ لأن الألكان بصيره استبدال بإكس توب وجود الضوء بتحول إلى هليد الكي الأول هليد الكي الأول بصيره استبدال كيواتش او 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 سالب بصير كحول ايش? اول. الكحول الاول بصير له استبدال ممكن يرجع. الكحول الاول ممكن يحذف. يرجع ايش? الكين. لاحظوا هذا المربع. هذا المربع هو حارة مين? الاوليات. هذا المربع هو حارة مين? الاوليات. شوفوا كيف الامور مرتبة. شوفوا كيف الامور مرتبة. حارة الثانويات والثالثيات. طبعا هون مركز على الثانويات والثالثيات ضمنيا نفس الموقع. وحارة الاوليات اللي مدخلها طلوع الالكان من هون. مدخلها طلوع الالكان من هون. اي اشي اولي دائما عندك تحضره تروع اوين? على الالكان. تروع اوين? على الالكان. الالكان تعمل له استبدال بصير هاليد الالكي الاول. هاليد الالكي الاول بتعمل له استبدال بصير كحول اول. كحول اول ممكن تحذب يرجع اياش الكين. كحول اول ممكن تستبدل يرجع هاليد الالكي الاياش. اول. هاي امور اساسية. هاي امور اياش اساسية. طبعاً شو بهمك هالسؤال؟ بهمك العائلات والتفاعلات كيف تكمل التفاعل؟ أنت متدرب على كيف تكمل التفاعل أنت بهمك ترتيب العائلات وعلاقتهم ببعض ترتيب العائلات وعلاقتهم ببعض هذا اللي بهمك من هذا المخطط شوفوا لي شغلات أساسية كمان لازم تعرفوها شو هي؟ مثلاً الألكان جنب الألكين لو طلبت منك من الألكين تحضر الألكان قل لي خطوة واحدة ضيف أجته ولكن لو طلبت منك من الألكان تحضر الألكين كويس تكتلف في اللفة هاي كاملة دير بالك تكتلف في اللفة هاي كاملة لاحظ تفاعل تفاعلين ثلاث حتى نحضر من الكان الكين لانه ما في تفاعل يرجعني مباشر ما في تفاعل يرجعني ايش مباشر وهي اللي الطالب بعجز عنه وبغلط في الامتحانات انه ما بيكون مدرك انه شو اللي بوزبط بتفاعل واحد وشو اللي بده اكثر من ايش من تفاعل شو اللي بوزبط بتفاعل واحد شو اللي بده اكثر من ايش من تفاعل. طلعوا من الكان بدي الكين اضطريت اروع اوين? استبدل وصير هاليد الكيل اولي? استبدل يصير كحول اولي. بعدين احدف يصير ايش? الكين. نفس الاشي لو بدي من هاليد الكيل اولي ايش? الكان. لو بدي من هاليد الكيل اول الكان بقدرش ارجع. ما في رجعة. مضطر اروح لوين? لكحول اولي. كحول اولي اروح لوين? لالكين. بعدين اطلع اجيب ايش? الكان. شوفوا كيف. يعني خطوة خطوطين ثلاث حتى احضر من هاليد الكيل اولي الكان. من هاليد الكيل اولي ايش? الكان. يعني هاي امور اساسية لازم الطالب يعرفها. شوف كيف? يعني حارتين قبال بعض. اذا هذول الحارتين انت فهمتهم مزبوط وحفظت مواقعهم مزبوط بتحل اي اشي. بتحل اي اشي. اي تحضير متساوي بده يجيك تعرف تتصرف معه. تعرف تتعامل ايش? معه. اذا فهمت انه عندي. الالكين في النص. شو عندي هون كحول اول? شو عندي هون كحول ثاني? شو عندي هون هاليد ثانوي. اللي بدخل عليهم مين? الالكين. شوف كيف? هيك احفظ. الكين في النص. شو عندي هون? هاليد الكيل ايه كحول اولي. شو عندي هون? كحول ثانوي. شو عندي هون? هاليد الكيل اول. هون هاليد الكيل ثانوي. قبال بعض. واللي بدخل عحارة الاوليات مين هو? الالكين. واللي بدخل عحارة الاوليات مين هو? الالكين. طبعا هسه شو الحلو في الموضوع? الالكان والالكاين بعملهم نفس المعاملة كيف? هسه لو كان متوفر الالكاين. الالكاين انا ما بقدر اوصله. يعني ما في تفاعل بودينا على الالكاين. ولكن الالكاين دائما بطلع منه. كيف بطلع منه? اذا ضفت لالالكاين وجود النكل بتحول لالكاين. اذا ضفت لالالكاين وجود النكل بتحول لمين? لالكاين. ضيف لالاي اي الكاين وجود النكل بتحول لالكاين. هسا الالكاين خلص بتحركه زي ما انت متعود تحركه. يعني هسا مستحيل يطلب مني في التحضير حضر الكاين لأنه ما فيه تفاعل بيجيب رابطة ثلاثية بس ممكن يكون المتوفر الكاين لأنه إذا كان المتوفر الكاين بضيف لوتو أجدو بدود النكل بتحول لمين لألكان وإذا تحول لألكان خلاص بصير أتحرك أنا زي ما بدي في هذا المخطط زي ما بدي في هذا المخطط أتوقع أنه الأمور أبلشت توضح وأترجاك أنه تأخذ الأمور هسا مسلم فيها لا تقعد تفكر فيها كثير أمور مبينة خلاص عندي مخطط ظهني خريطة ظهنية بتربط لي بين عائلات المركبات العضوية اللي بتوسطها في النص الألكين بالوزع على حارتين بالوزع على منطقتين الثانوية وضمنيا مواقع الثالثية نفس مواقع الثانوية وحارت مين؟ الأوليات حارت مين؟ الأوليات تمام؟ عندي كحول كحول هاليد هاليد دائما هيك واللي عندي فوق بدخلك على الأوليات من هو الألكان ما في تحضير الأولي من غير ما تطلع اوين؟ على الألكان من غير ما نطلع وين على الألكان طيب هسا نكمل أنا وياكم حارة الأوليات بتختص في الألديهايد والكاربوكسيلي وحارة الثانويات بتختص في الكيتون حارة الألديهايد بتنزلك عوين حارة عفوا الأوليات تنزلك على الألديهايد والحمض الكاربوكسيلي تنزلك على الألديهايد والحمض الكاربوكسيلي هاي حارة الأوليات ليش؟ أقنعك لأن الكحول الأولي إذا أكسدنا بعطيني ألديهايد كحول الأولي إذا أكسدنا شو عطيني؟ عطيني أل دي هايد .والالدية اذا اكسدته بعطيني حمض ايش؟ كاربوكسيلي. وممكن انا الكحول الاولى اكسده برضو كمان. بايش؟ في وسط ايش؟ حمضي. وينتج لي مباشرة حمض ايش؟ كاربوكسيلي. بصير. ما فيه اي مشكلة. يعني الكحول الاولة اكسدته بالبساس? يعطيني الالديهايد.��itud Paul الديهايد اذا اكسدته بكاتو سي ار تو سيفن في وسط حمضيimate يعطيني حمض كاربوكسيلي والكحول الاول اذا اكسدتو كتوسي ارتو اسفن في وسط حمضي يعطيني حمض ايش كاربوكسيلي لاحظوا كيف تحت بعض اذا اختز الناب وجود النكل شو بعطيني كحول اولي شوف كيف برجعك من هون طب هون في راجعي استاذ فيه فعلم الكيمية العضوية بس انتم شو مطلوب منكم في كتابكم مش موجود هذا التفاعل في كتابكم يعني انا بقدر كحول اولي اكسدو شو بعطيني الديهايد الديهايد اختزتو بوجود النكل اللي هو اضافة اكسدو بعطيني كحول مين اولي نفس الاشي هون طلعوا هون الكحول الثانوي الكحول الثانوية يا جماعة خير اذا اكسدنا بسس او في وسط حمضي بعطيني كيتون الكيتون اذا اختز الناب وجود النكل شو بعطيني كحول ثانوي شوف كيف شو فيه تحت الكحول الاولي الديهايد شوف تحت الكحول الثانوي كيتون اكسد كحول ثانوي بعطيني كيتون اختز الكيتون بعطيني كحول ثانوي اكسد كحول اولي بعطيني الديهايد. اختزل الديهايد شو بعطيني كحول اولي. شوف كيف? الديهايد اذا كسدنا شو بعطينا? حمض كاربوكسيلي. شو بعطينا? حمض كاربوكسيلي. لاحظوا كيف الامور بسيطة جدا جدا جدا. وبتمنى من جميع اللي بدرس معي هذا الموضوع يعمل زي هيك. طلع زي ما انا بدي اعمل. هي حطت ورقة بيضة. شو بحط في النص هون? بقول عندي في النص هون الكين. وعندي في هون حارة اللي هي حارة الثانويات والثالثيات. وعندي هون حارة اللي هي حارة مين? الاولية. وهي بتنزل نزولين? وهي بتنزل نزول ايش? واحد. وببلش اعبي. طلع اوكي وببلش اشتغل. الالكين. هون عندي كحول كحول. هون عندي هاليد هاليد. هون عندي الكه. وهون كحول اولي هاليد اولي. هون ثانوي هون ثانوي. وضمنيا مكان الثانوي ايش? الثالثي. اذا اكسدنا الكحول الثانية وبعطينا كيتون اذا اكسدنا الكحول الاول بعطينا الديهايد واذا اكسدناه كامل بعطينا كيتوسي ارتو اوسف في عامل مواكسد قوي بعطينا حمض كاربوكسيلي ونفس الاشي اذا اكسدت الديهايد بعطي حمض كاربوكسيلي على فكرة هي العائلات الاساسية في الكيميا العضوية وهي وربطنا بيناتهم وربطنا بين العيلتين وكل عيلة شو بتنزل على عائلات ثانية على فكرة هيك درس التحضير انتهى المتساوي هيك درس التحضير انتهى المتساوي بظل قوتك انت في فهم العلاقات والتفاعلات وحفظ اكمال التفاعلات كيف بتقدر تكمل ايش تفاعلات يعني بالعرب هسه بقدر اقول لك انت جاهز جاهز لشو جاهز تروح معين بلش نحل اسئلة جاهز تروح معين حل اسئلة ونكمل اذا في عنا ايش ملاحظات عالتحضير ايش المتساوي نكمل اذا عنا ملاحظات عالتحضير المتساوي تعالوا أنا وإياكم نبلش نحل أسئلة على التحضير المتساوي